نقل المحامي فريد اديب للمستشفى في حالة صحية حرجة جدا بعد ما منع الاكل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم متابعين قناة صيف تيرنت في مصادر مقربة ومؤكدة من المحامي الشهير فريد اديب بتقول ان هو بيعاني من حالة صحية حرجة جدا وتم نقله للمستشفى النهاردة صباحا بعد ما امتنع تماما عن الاكل وده بالفعل اللي اكدته اسرة المحامي فريد اديب ان هو تعرض لواقع صحية جديدة جدا اكبرته ان هو يروح للمستشفى وفيه برضو احد افراد الاسرة للمحامي فريد اديب اكد ان فيه مضاعفات كبيرة جدا بسبب مرض سرطان قدامه ده اللي خلى اسرته تنقله للمستشفى علشان يكون تحت الرعاية الطبية اللازمة وده كان موضوع حلقاتنا النهاردة ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشارفنا بالشراك في القناة تظرونا في حلقة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته